الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى نقف مع آية من كتاب الله تعالى وهذه الآية هي الآية التاسعة والأربعون من سورة الكهف وفيها موعظة لكل مؤمن لأن الله تعالى قال فيها ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا في هذه الآية موعظة بليغة من الله تعالى لأهل الإيمان أن هذا الكتاب كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة الكهف لهذه الآية هو كتاب الأعمال أي زول عنده كتاب والكتاب ده تكتب فيه الحسنات والسيئات ويوضع القلم ويوضع القلم للعبد إذا بلغ الحلم وصار عاقلا وإذا كان مستيقظا غير نائم فتكتب حسناته وتكتب سيئاته ثم إذا قام الناس يوم القيامة لرب العالمين ووضعت الموازين ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين بعد ذاك الأعمال التي كتبت في الدنيا توزن في الآخرة ثم إذا ثقلت كفة الحسنات فإن العبد ينجو برحمة الله تعالى وإذا ثقلت كفة السيئات فخفت موازينه خفت موازينه فثقلت سيئاته وخفت حسناته ورجحت كفة السيئات فإنه يكون من الخاسرين والموضوع دا خطير جدا رب العزة والجلال قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا في كتاب التماتف تكيره بس أيام بتمر ساي في الدنيا وتأكل وتشرب وتتونس وتضحك وسمعت في حفلة تجر ماشي الحفلة ما في موضوع تجي تتونس لقيت لك موبايل مشغل أغاني بالليل فاضي براك مشغل فيلم لما ميت في صحابك كشتين وضمن ولافي مشيت زي جتا تمشي تسيف في الصعود وتسجر بيجاي وتكذب بيغادي وصله لعزان شغال والناس بيصلوا ويتا قاعد وماشي بس كده يقول لك تراهو غايته بعدين قبل ما موت بندية توبة غايته بتنظف الشغلة بتموت متين إتا والله يقول لك ما عارف لكن أظيم بنكبر غايته وكان موتت أسي رأيك شنو أسي لو موتت رأيك شنو تقابل الله كيف عشان كذي أجماع الزول يقف مع نفسه والله في حسناته في سيئاته في كتاب أي لفظة تقوله مكتوبة قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد اسألكم بالله سيزول مؤمن بالآية دي بيرمي الكلام زي ترمي في الكلام زي والله قال لك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد والرسول عليه الصلاة والسلام قال وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار سبعين خريفة وفي رواية أخرى يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه تمشي بس تكشف زي بس جاي في الطريق دعاين دي طويلة وديك صيرة ودي لونة كذي ودي سمينة ودي ضعيفة بس بتتفرج زيتها بتكشف زيتها يعزوه لله قال في القرآن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم رسول عليه الصلاة والسلام في صيح البخاري قال والعينان تزنيان وزناهم النظر ما تسخر بالمعاصي المعاصي دي مهلكة ابن كثير في البداية والنهاية ذكر في سنة متين اتنان وعشرين هجرية في رجل يقال له ابن عبد الرحيم الرجل ده مش جهاد عديل مش قتال بعدين لما انحاصروا الروم عاين في مرأة من نساء الروم داك بسمون بني الأصفر سمون بني الأصفر نازل المهم بعدين المر رفعت رازة الزول له ما تشين جهاد قاعد عاين وزال ما تشين جهاد الله يهديك وممكن تموت في أي لحظة قاعد عاين بعد ذاك المرأة عجبته خل الجماعة لما رجعوا من الغزوة هما رجع قاعد في الغابة مدسي بعد رجعوا جوقف جنباب الحصن الكفار طبعا دارين يصطادوه دارين يشوفوا الزول لماله فتحوا للحصن دخل جوع دخل طوال استلمته المره المره جميلة بعدين اتكلمت معاه فقال له فطلبها فقالت لا حتى تتنصر والله قالت لي ما في طريقة إلا تبقى نصران تخلي دين الإسلام بعد ذاك تزوجين مره جميلة هنا زي دي الكتار مهوسين هس يقول لك والله يلبيت دي غايته أنا والله كان في واحد تاني المهم واحد تلقاه مجر في جامعة عنده علاقة معابد تمشي تشوف له البيت تشوف له واحد تاني تلقاه اليوم كله يشرف في البنقو وخد في الحبوب يا ود ما لك والله يقول لك ادوني شاكوش دا شاكوش ولا متفعل بخليك تعمل كلام زي دا اخذت غلبك اخذت زول شد حيالك شنوب تددك شاكوش ما تشوف واحد تانية بس اتزوج وخلاص ودي ذاتا شايفة ليه ذاته امش اخطبه اتزوج وابقى مارك والله الذي لاه لا غيره فالرجل دا تنصر ترك الدين بسبب هذه المرأة ثم مرت الايام فرجع اصحابه طبعا ذي من المسلمين فرجعوا فصاحوا له زول حافظ القرآن وكان مجاهد فقالوا له يبنى عبد الرحيم فرفع رأسه من فوق الحصن فلما رآهم بكى فقيل له اين اسلامك اين قرآنك اين صلاتك قال والله لم يبقى منه قرآن كل حافظه قال والله لم يبقى منه الا آية واحدة كل انسيته بس آية واحدة بس انسيته وهي قوله تعالى من سورة الحجر ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ياريت لو رجعت للإسلام والله الذي لا لا غيره وناس كتار يبتلوا بهذا الابتلاء فلذلك ما تضيع نفسك قال لك يوم القيامة في حساب وكلامنا دا في ناس طبعا مداثرين بالعلمانية بشوفوا ناس الدين دا العظيم وموضوع والله يقول لك دا المالوني اخ بيعكروا فينا كويس جدا خليك بفهمك دا لما انتمود بدأ عرف الحاصل انت بس فلسفين واحد تلقى جاي من مدينة ولا من منطقة ولا من غرية نحن ذاته من المناطق ديك ما مدعالين على الناس تلقى يجي البلد دي هناك زمان هناك في البلد زول محترم يجي هنا يشوفوا يولاد ميكي ديل بعدين داري بقى زيهم والله اشان ابقى واضح معاك انا ماتت لولا ولي بعدين يشوفوا الجماعة ديل ممسحين ايدها على السروال والعراج وادرع ليه فنيلة يدها واحدة طويلة واحدة كثيرة وعامل زي سفنب وقرعه كيف ويقول لكم ويمسح راسه ويجي لا ما عليكم كيف اصبحته لا عصرنا دا العصر انت ما عرفت صباح من العصر اصبحته كيف وامسيته كيف وما قادرين وى الاخير بعد شوية ونس البيت وتونسوا بعد شوية فك الشغلة والله الذي لا يلا غيره يسمعو غنيا والغنيتين ليداك بتاع الطيور داك بشعر كتير ما بتعرفوا بشعر كتير وبنظارات داك ونحن مع الطيور والناس مع البشر ما قادر تقعد زي الناس باقية ماشي في الطيور ها باري والدبرك باري والدبرك وبداع شوش بعد شوية فك الدين مرة واحدة قل لك والله الدين دا ما بنفع معنا نحن غايته بنعيش كذي وبنأكل كذي وبنشرب ونضحك بعدين نموت نجوب الحازل تموت تجوب الحازل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند الامام احمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو السدراج قال لك لو شفت زول بيعصي الله ومع العصيان دا الله فاتح له دا في خطر إذا رأيت الله يُعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو السدراج دا السدراج قال ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أي فجأة فإذا هم مبلسون كتار زي ديل واحد فنان ودوا عيان أما كبير عيانه وبيجي بذكر المهم ودوا بعدين جابوا معاه التلفزيون ناس التلفزيون في المستشفى قال أنا بحيي الجماهير والمحبين وإن شاء الله قمت من المرضى دي بديم بوعدهم بغنية جديدة انترم في المرضى دي ذاته بقمارك والله مات فارغ الدنيا في مرضى دي ذاته بحيي الجماهير والمحبين وبعدين بوعد بغنية بعدهم كذا قم أول شيء قام من سرير طوال القبر والدومات فارغ الدنيا ده بينفع غنى في قبره بينفعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا والحرير والخمر والمعازف ناس بتاعم مسيغة وبتاعم معازف وهوس وأشياء كثيرة أنا والله ما عارف الناس لا قاعدة تفكر في موت لا تفكر في قبر قلوب الحاصل على شنو شباب يا أخي اللهم الرحم الله تفتح التلفون تلقى ملفات ملف خون سوداني وشي مصري وشي انجليزي وتلقى قادة انجليزي وذاته شغال والركس تلقى ترجف برا تل 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 يا ناس ما لكون حاصل عليكم شنو والله يقول لك نسوي شنو غايته تسوي شنو ترجع لالله الكريم الرحمن الرحيم والله الذي لا إلى غيره وأوهام وبلاوي تقيل جدا فقال لك ووضع الكتاب دا يوم القيامة فترى المجرمين في ناس مجرمين والمجرم دا ما إلا البغشك في موبايل بيوهمك إن دا موبايل كويس هو كعب ولا المجرم الزلل بيطفر في البيت يسرق القروش حرامي لا لا المجرمين كتار المجرمون دا من المجرمين ذكرناهم دا وفي إجرام أخطر من دا في إجرام في الدين وباسم الدين ضيع دين الإسلام قال الله تعالى في سورة الزخرف إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون والله الشوكاني في فتح القدير في الجزء الثاني قال إن المجرمين أي إن الكافرين قال والدليل قوله تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون وَلَا يَخْلُدُ فِي النَّارِ إِلَّا كَافِرٌ أَوْمُشْرِكِ فَذُوَلْ مُجْرِمِ دَا أَخْطَرَنُوا عَا الْإِجْرَامِ الْإِجْرَامِ بِاسْمِ الدِّينِ ذُوَلِوهِ مَكِنُوا ذُوَلْ دِينِ وَيَخُشَ الشَّبَابُ وَغَيْرُونَ وَالْكُبَارِ عَمَامَكَ الْكُبَارِ يَخُشَهُمْ بِاسْمَ الدِّينِ افتح له حصول يعرف أن يحفظ الناس وقرآن فقد ذهب كلام سميح ولا يوجد 2 يالاتقون وقعه يحفظ الناس وقرآن جيد ولكن بعد القرآن بعد قليل شفاء فألم بعد قليل تطاق أبو الشيخ تطاق 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 أخير تطاق والله أنا أبو الشيخ أقره شي راحت وذهبي راح راح أي ويأتي والله أنا عترت يا أبو الشيخ ألحقنا يا ناس الله قال في القرآن أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون الجنة بديها الله أم لا بتدويته الجواب بدي الله سبحانه وتعالى الله اللي بديك في ناس بديهم بنات بس بيت بس قالوا لابت والتانية والتالتة وعشر والدات بيت بس بيت وقد يطلع عن بنات محترمات في نهاية المطاف لكن بديهم بنات بس وفي نوع بديها ولاد ولد 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 عشر ولاد يا الله بيت تغسل إده تكوي الهدوم وتقش البيت برضو يدي ولد ولد بس في نوع ثالث بنات وأولاد ادعوا بيتين ولدين وتلاتة بنات وتلاتة أولاد وهو كذب في نوع رابع دمان دجي والله سنة اللولة التانية عشر عشرين سنة ما فلا ولاد ثابت ده حكم الله سبحانه وتعالى وقدر الله وعطاء الله الذي قدره قال سبحانه لله ملك السماوات والعرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا في ناس بدون بنات ويهب لمن يشاء الذكور في ناس بدون أولاد أو يزوجهم ذكرانا وإناثا في ناس أولاد بنات ويجعل من يشاء شنو عقيمة في ناس ما بشي بعد إدتا الشغل هذه من الله سبحانه وتعالى ما منزول ولا بالقوة تلقى زول مشلول وعنده سبعة جنة سبعة جنة تلقى عنده مشلول واحد عامة تلقى عنده ولدين والولدين بمفتعين شايفين واحد تلقاه إن الدزول بني يرميه هناك ما في ولاجنا ما شغل ما قوة شغل من الله سبحانه وتعالى ذا قدر تؤمن فما تبش لك لي زول قل له وكلامنا دا في ناس يشوفوا بعيد قل لك معقولة سيفي زول بمشل لي زول لي جنة إتا قول أنا ما مشيت أشكر الله لكن في ناس بيمشوا في ناس بيمشوا إتا خدت القاعدة دي عندك أو خدت الفائدة دي عندك واحد اتنين عشان تبني عليها تبلغ دعوة الله تعالى ولو ما في انت تبلغ دعوة الله طيب اتنين واحد تلقاه مش برضو لي فكي أبوي الشيخ أنا أندي ذهبات رايحات وابوك الشيخ بعرف الرائحة اتا ابوك الشيخ دا بعرف الرائحة لا والله ما غايته الزول قالوا بشوف البعيد لا ما بشوف قال الله تعالى في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون الغيب دا ما يعلم إلا الله سبحانه وتعالى والله لو مم صدق القرآن دا دي مسالة تانية دي بعديت شوفي تتابع لها تملة لكن من المؤمنين المؤمن ومن الإيمان أن تصدق هذا القرآن الله قال ليك في القرآن وما كان الله ليطلعكم على الغيب ما فكي بجيب الرائحة تمشي يا أخي تمشي للفكي أبوي الشيخ في واحد والله حكى لهي قصة قال أزول مفتح الشعب مفتح قاعد جنب الفكي والفكي في الجزيرة جاءت المرأة قال ليه هاك دي خمسمية والدي رائح شوفوا ليه وين الفكي عمل كيف كيف بعد ذلك قال ليه ولدك ده في بورسودان أنا شايفه من الجزيرة يخذ حصله دياته بصر قال له في بورسودان قال أزول المفتح ده لابس ليه اللعبية قال شلتني علات الشيخ المركوب دخلته في جيبي المركوب سرقه بعد ذلك المرأة بيقى تمارقه الشيخ بيقى يتلفت وينه مركوبة ألحق المرأة ما تكون شالته قال ليه يا الشيخ ويت الجنة شفته في بورسودان مركوبك ده في جيبي ما شفته وقال الشيخ شغلتك دي والله والله شغل ما بلبلة ساي انت ما عارف انت مركوبك ما الأم فيه تقول ليه يا أخي الولد في بورسودان انت بتشوفه ده تبصر ذاته تشوف البعيد وتعمل الى خيره أوهم الناس والله الشيخ ما عنده شغل ما عنده شغل بيجي لغرية بيخوف النساوين والرجال تلقاه يسوي ليه علم اوك قل لك والله أنا شفته في المنام أبونا الشيخ فلان جغيته المنطقة دي واتبين فيها بعد شوية المنطقة يبقوا حقته على الارض يبقوا حقته صلبة ساي اتزاتك نوم أصحى قل ليه والله أبوك الشيخ جاءنا في المنام قال الواطدي رجعت عليكم ما نوم ساي ما كضب نجر ساي كله لف ودوران بعد شوية يجيب له يجيب له شوال يجيب له وبهجاي عود وبهجاي حجاب وبهجاي محايا وبهجاي بخرة والجماعة يتكبوا فيه أنا عندك وديه يدي عود ويقول له هكذا فيه بركة وأنا عندك يدي محايا هكذا بيشفيك يا ناس الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى الناس تعظم الله والناس وحد الله ونحن والله لا نمل من هذا الكلام نبلغ هذا التوحيد ويكفي أن الله يسمعه ونحن على يقين أن الذي فيه خير يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها صغير موجود في الكتاب والكبائر موجود في الكتاب كله موجود قد تتلك سفة بتلقاه قدام شربت حاجة تانية بتلقاه برضه مكشفت عينت برضه بتلقاه لخبطت على النهاية برضه بتلقاه قدام كله مكتوب والله تلاقي الله قال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء قال نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان لذا النعيم الخالد ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد قال آدم عليه السلام مرقو من الجنب كم ذنب واحد بس إتا كم كم سفقت تيتا والله كم مسلسل تزول بحضرة كم كم معصية بقع فيها وماشي ساي لافي ويذكروه اضحك ويمش الواحد يذكروه كأنه خشب والله كأنه الحق ما بخد جوا قلبه زول تلقى عنده قسوة نسأل الله العافية اسمع غنيا كر بك شبكته طوال الفير والبتاع ويشتغل والله يشاغل غنيا تلقاه طوال دموعه كر بك يود بتبكي ما لك ويقول لك هابش لي حاجات الفنان ده وهابش لي حاجات وهي ويدو لعايات يعايل لك قول لك وده الجو من وين أهال فنان ده جو من وين ما من السودان كلهم ما كلهم بيأكلوا كزر يعني مع السودانين كلهم لغبة شنو اللف والدوران شنو معاصي قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد وأصول المعاصي كبيرها وصغيرها وأصول المعاصي كبيرها وصغيرها ثلاثة وصول قال لك المعاصي عندها ثلاثة وصول اتفتش نفسك واحد قال التعلق بغير الله ومنتهاه الشرك بالله سبحانه وتعالى جو القلب يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى لما نصل درجة يشرك بالله يعتر بدل يقول يا الله تنجينيه يا الله تكشف عني الكرب لنادي يا أفلان الحقن ويا أفلان افزعن قال الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين وتلقى يعلق في الحجبات ده حجاب سكين وده حجاب عقرب وده حجاب محبة وده حجاب شنوة بعرف رزق ياخد كل هوس قال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا رد لفضله تعلق بغير الله سبحانه وتعالى وتلقى ما يرضى في الجماعة دين ولك دين نحن ما من ارضى فيهم ما بترضى فيهم أصبر قدام بشوف الحاصل ترضى يسيء لي الله ويشيل حق الله سبحانه وتعالى وما بترضى في ناسك قال الله تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلة دنوا على الأول الأمر الثاني والأصل الثاني من أصول المعاصي قال كمال القوة الغضبية أزول جيو غضب لما نصل درجة قال حتى يصل إلى أن يظلم بل ويقتل نصل درجة من الغضب لما نكتل ذاته وده من أكبر أنواع المعاصي بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى القتل القتل يقع في هذه المعصية العظيمة وفي هذه الموبقة المهلكة فلذلك والغضب ده الآن موجود وياريت لو الناس قاعدة تغضب لله تعالى الغضب المضبوط اغضبوا لأنفسهم واحد ومرات بالظلم ساي ومرات يغضب في حاجة تلقاهم شابين يضاربوا زيد ديكا ده يدي بنيا وداك كافته دواقع به جنب البحر وبعض شيء طاعنه يا ناس زيد سببهم شنو والله يقول لك أنه هذا المتشكلين في بيت والبيت مشت بلت مشت بيتها والجماعة يضاربوا يا ناس متشكلين فيها الله يقولوا القتال ده في الله هذان خصمان اختصموا في ربهم واحد دافع عن الله واحد أسائل الله لا لا متشكلوا في شنو والله في بيت الزول لقا يقولوا أنا كنت دائرة وجخاشي كذلك الفيروس جخاشي وانت ذاتك ما فيروس يقول لكم ملقبت كلكم دارين فرمطة أمشي أخذوكوا الباب ما تضيعوا زمن نساء والله الذي لا إلى غيره تلقاهم مشتشكلين يتضاربوا مقاعدين سوا ولافين وأنا ما أعرف ذاته الشغلة دي كيف والله يخفي الكوشة جماعة بذا أن الكوشة ذلك البعض الصبح لافين هوا ما جايبهم ذلك تلقوا موضوع طويل فلذلك كنت أعرف الموضوع في قتل والقتل من أسبابه من أعظم أسبابه الغضب الغضب ثلاثة من أصول المعاصي قالوا وكمال القوة شهوانية وعند شهوة والشهوة هذه سميت بهذا العصب لأنها يعني مما يشتهيه الإنسان بغريزته أو بطبعه اشتهي لكن الشريعة ما حرمت عليك الحلال وإنما حرمت عليك الحرام المهلك الله أباح لك حرم عليك الخمر وأباح لك تشرب حياة تانية تشرب عصائر وتشرب غيرها الله حرم عليك بحجاجة تزني بامرأة أباح لك تزوج أربعة امشي اززوج آخ لا الزات يحيروك ولك الله الزواج بيقى صعب ما تصعب عليش انت أسأل الله وأمشي ولك يا أخ ما أفقروش ما أصلوا ما أفقروش ما فينا هسكتار بين عارفهم اززوج ما أفقروش إتا مش دوك صدرك بس إتا الله قال ومن يتقي الله يجعل له مخرجة انت كيف تتقي الله سبحانه وتعالى ما أفقروش إتا أسأل الله بزوج لك إتا مش إتا ذاتك بيش شابة زول تلقاه مفلس همشي لا بد جنب العمارات منتظرة تجناز هزيدا شفتا يهول بعد النجوم ويقعد بك باللين انت يهول زيدا إتا مش شوف لك واحد زيك يا زول همشي دوك الباب ودوك لأعقد لك ودوك ان تمرتين وكلون سوا وابقو مارقين والله شوف لكم محل بعد داك واجب لكم قسرة وطحنية وابقو مارقين تاني فشنو دا قلتا مش يا أخي تشابه بيجاي ودغوشها بيغادي وتمشي وأوى إلى آخر وتمشي هناك وضاربين بوماسك وضاربين حاجات كثيرة وكذب ولفه دوران والله بيسالكم الواحد بعدين بعد يجبوا لبنات والبنات يجب اللطام ما يقعدين دم والله يا أخنا ما لينا عملتشنو في الدنيا ما كما تدين تدان كما تدين تدان مع واحد زمان الزول الله بيجيه بتاع اللبن بيجي وهو بعدين بتاع دكان بعدين بتاع اللبن بيجي لمرته بدق الباب بيستاذر المرأة بتجيب له البسلة اللي يناب بتبقى اللبن بيبقى ماري وده قاعد في دكانه يجي آخر اليوم جابوا اللبن يجي آبوك يوم جاتوا بيت صغيرة لما في البيت ما سكى قبله دا بتاع الدكان دا ذاته قبل البيت مشى البيت بدري لقى بتاع اللبن جنب الباب بيقبل في مرته كشف من بعيد لقى بيقبله قبله بيقى ماري قال دقة بدقة وانزدت زاد السقة الحمد لله قال وقفنا عليه بس كذي والله قال والله الذي لا إلى غيره ومش شغلة بتبدأ كذي إت خلطت بعدين ما بتلدت إت أصلك كذي بس قاعد بعدين بتلد بتشوفها الحاصل حاس يتونس مش ما دارت تتوب آه كويس تونس آه وانا وشنوب أرخي عيونك وقدم المهم بعد ذاك بتمشي إت برضو بيمشي بتونسوا بيغادي دا ارتلخبت برضو بتتلخبت لك الشغلة بعد شوية بتتجوت تبقى في بك ويا ريت نحن لو ما عملنا ويا ريت لو سوينا ويا ريت أمشي عديل بتدرب العديل ما تدرب ولا تدور ولا تخدع نفسك والله الذي لا إلى غيره وكلام نحن هاتسي مزوجين نمشي نتونس في وقت كذي داتوا بتكفل أنا ما عارف ديل ما بيكفلوا النازر ومواضع ذاته شنو كذي قول ما سكواه سياسة وهذا الكبري ثم إنه كان مشقوق بيت حيط وكلول في إيران أها تاني عندك ياته موضوع وثم إنه هذه الكريمات وفي وحدات مدته منتهية تاني فيشنو هتاني فياته موضوع وهذه الهدوم والمطقمين شراب مع الفنيلة والبنطلوم مع الطاقية تاني فيشنو بس ياته موضوع الناس يتكلموا كلام ويقربوا ويطحكوا يعقى أنا أود النار برضو الجماعة جوه فين لقشة فيرقصوا يشافون وقفوا الرقصة والله الذي لا إلى غيره وذا تستغروا المخلوقات الغريبة قاعدوا جنبهم دير وذي يشافون اللي أنا جنبهم وقفوا الشغلة وبعد شوية يتخارجوا الحمد لله اللي يتخارجوا أكلنا وقول الحمد لله يجيبوا الخنق ذاته والله الذي لا إلى غيره فلذلك الناس ترجع إلى الله قال وكمال القوة الشهوانية ومنتهاها الزنا صال درجة يخبيت تلقى عفيفة محترمة ومؤدبة ومارسة يقولوا ما ليه مركزة يجيه لهم فيها يونسة بعد أيام شوية شوية بعد ذلك ما عندهم مكر والشيطان بساعد ما خلا رجل بمرأة إلا وكان الشيطان شنو ثالثة هما وباقي لك مجلس فيه الشيطان ده بكون عامر وما يقول لك ما يغش البد والله أنا دار الزوج ده ما أشغل دار الزوج والله والله أنا دي صحبة ساي وانحنا زمل في الجامعة أوكلا والله ده غشت هاي ولفه دوران والذي رفع السماء وما قبله النصيحة بعدين بلقواه قدام لو ما ظهرت في الدنيا دي في حاجة يسمى آخر في حاجة يسمى قبر قبر بخشوه قال ابن القيم رحمه الله تعالى وملخص أسباب عذاب القبر وملخص أسباب عذاب القبر المعاصي ملخص أسباب عذاب القبر المعاصي شايف الدنيا اللي تشايفها السواسعة كذي بيجي يوم بتخش في متر بس متر ونص وبعجاء الشبر تخش براك بكفنك لا معاك قميص لا ثنيل لا بنطلون لا طرحة لا غيره تخش وجوك ملائكة بعد ذلك أي جلسة جلستها بتعرفك بتنفعك ولا بتضرك قال وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ عَمَلَ السَّيَّةُ نِسَهُ وَأَلَّا مُطْلِعَ عَلَيْهُ وَمَا يُنِسَهُ قال تعالى في سورة المجادلة يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُهُ اللَّهَ أَحْصَاهُهُ وهنا الجماعة نسه نسه الواحد بعد ذا ضحك وهزل وبمشي بنسه بنوم مرتاح ونسه والشغل مكتوبة بالقاية يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى وختم الآية قال ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاء ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله ما بيظلم الزول البتوب يا جماعة وذيك الماخيرة نختم بها الزول البتوب يرجع إلى الله تعالى ويعزف عما مضى ويندم ويقلع عن الذنب ويوحد الله تعالى ويستقيم على دين الله فإن الله يتجاوز عنه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ونحن المكان ذا بنجي شفقة بالناس ورحمة بهم وتذكيرا لهم والحمد لله في ناس فيهم خير بيسمعوا من بعيد ومن قريب وناس الشر ظاهرين واحد تلقى بقبل بيسمع واحد تاني لا بيسمع لا بخلي الجماعة يسمعوا زي ما شد محل هناك جامعة الزعيمة لا زهري بتكلم في بيت البنات طبعا أولاد من بعيد بيسمعوا في بيت قذروا ما دارت تسمع الجماعة ذا فضاي لا لا ما تشغلوا يشغل فيها ما كان زي ما حد بتخليه كان زي ما حد ما بتمش عديل بتخلي الشغل والله في النهاية كراء أديت بس آيتين الزوال ذا إلا تاني غلبوا اللي بيسويوا والله الله قال فما لهم عن التذكرة معرضين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرّت من قسورة القسورة الأسد في لغة الأحباش القسورة يعني الأسد يعني قال لك ديل وقت الموعظة كأنهم حمر مستنفرة الحمر لما انتشوف الأسد بتجر بزل حال المعصية إذا في فنان بتلموا فيه إذا في زوال سياسي بتلموا فيه إذا زول لا تتكلم لهم في الكورة وده عنده ثلاثة نقاط وده خمسة وده عشرة بتلموا فيه إيجي دايه وعزهم في الدين طوالي شنو بجره ده صنف الحمد لله الآن قد يكون قليل وإن كان هو أكثر أهل الأرض لكن في نهاية المطاف نحن والله نرجو للناس الخير وندعوهم إلى الرجوع إلى الله تعالى فيما بينهم وبين ربهم الزلم يشبراء في بيته يحاسم نفسه يندم ويتوب إلى الله تعالى لعل الله يقبله ويحافظ على الصلاة ويكثر من الدعاء واللجوء والفرار إلى الله سبحانه وتعالى لعل الله يتجاوز عنه أسأل الله بأسماء الحسن وصفاته العلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى